السلام عليكم كانت منكم تكونوا كولكم بخيروا الى خير ومبركة واشركم باش ما تمنسوا بصحة والهناء وراحت البال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم الورقة ديال البسطيلة في الدار بطريقة سهلة ومبسطة بوحد الحشوة اللي غادي ندير معاكم ديال الدجاج اللي كتجيب المداقت ديل الحوت وغادي نبعد من الطرق القديمة اللي هم صعابين وغادي نوجدها بطريقة اللي غادي نبس فيها تقريبا واحد امانا عشر دقيقة سرى خمسطاشر دقيقة وها هي موجودة غادي نبدأ اول حاجة اللي غادي نديره هي الورقة ديال البسطيلة العجينة ديال الورقة ديالبسطيلة هذه الكمية قليلة,, من يمكن لكم اضعفوا واضحين مثلا ,درتبوه كسان ديال الطعين, يضعوا كسان ديال الما وليلي ديال الملحة تستطيعون الجز جيما وفي الخلاط تتبعوه جيما و whole ucz ؛ جيما في الحين وليه يضح i عليك النسبة لهذه الكما حارة انا رضوبلتها. خدمت هاد الكمية وعود درت كمية اخرى. انا اعطيتكم المقادر قليلة بالنسبة اللبنات المبتدئات. وهالحشوة ديالي هاني مجدها باش نوريكم الكواليس ديال التصوير. كنكونوا موجدين دكش يوم قاعدينو حتى شوية تصوير كي يطلب شوية ديال الوقت وشوية ديال المجهود وهات الشيريكين. صافي غادي نخلطو مزيان هاد العجينة. صافي غادي نحطوها وضروري من هاد العجينة بانها ترتاح. تترتاح ماشي شي وقت لهو طويل تقريبا واحد خمستاشر دقيقة على الاكتر. انتم باش تعرفوا العجينة ديالكم اللي حسب طحين واش كي يشربوا للا. منيك تدوزو صبعكم. طحين ما كيعودش يرجع. يعني ماشي خفيف. صافي غادي نغطو عليه ونخليهو بين ما وجدنا الحشوة. الحشوة تقريبا كي ما قد تكون في الاول عشرة دقيقة الخمستاشر دقيقة. عندي صدر ديال الدجاج اللي كان قطعوه. اما تقطعوه بالقطعة اللي ما عندهاش آآ طحانة ديال الكفتاء اولى. المهم تديري هابط القطع على دايما تنديرونا بهات القطاع ديال الربيع. اللي ما عنداش الهاشوار اللي عنده الهاشوار ديالهاشوار من الاحسن. آآ المهم الكيمية ديال هاد جاج آآ ميتين وخمسين قرام ديال الدجاج. آآ هاد جاج اليوم ان شاء الله غا حتس بزاف منكم اللي طلب بغا دجاج يكون بالمذاق ديال الحوت. اليوم ان شاء الله غادي نديرو المذاق ديال الحوت. وغا وحيدنا من آآ من الطريقة القديمة اللي كنا نديرو. غادي نعود لكم على الطريقة القديمة. عدنا واحد المربع ديال آآ شارية ديال الروز اللي كنديروها في المكان خليه تقريبا نحوذ خمسة ديال طاق. وغادي ندوزو للحوشوة دياله. عدنا واحد نص حمضة معصورة. عدنا معلقة صغيرة ممسوحة ديال سكينجبير. عدنا معلقة ممسوحة ديال آآ توابي ديال السمك ديال البستيلة. معلقة صغيرة ممسوحة ديال فلفلة حمرة. يمكن لكم اللي ما عندوش آآ توابي ديال سمك يمكن لكم تديرو اضامتي تهيارة كتجيزوينة. عدنا نص معلقة ديال كعمون ما تكتروش باش ما يجيش مار. وعدنا آآ آآ نص معلقة صغيرة ديال خرقوم البلدي. معلقة صغيرة ممسوحة ديال الهريسة. وعدنا نص معلقة ديال البودرة ديال التوم. عدنا واحد معلقة كبيرة ديال آآ سوس ديال السمك. اللي ما عندوش هات السوس ديال السمك يمكن لكم تعودوه بهد ضمتيرا ديال السمك رازوين. وعدنا واحد جوج معلقة كبار ديال المعدنوس وشوية ديال القزبر. سافيو غادي نخلطو بالنسبة للملحة مدرسهاش كي ما عارفين ديك آآ تتكون مالحة هاديك آآ اسميس هكا. توابل ديال السمك تيكونو مالحين والمهم وغادي ندير انا الملحة في في البصلة ان شاء الله. المهم كنخلط ديك ساعة من بعد وغنضغ. غادي نخلط هاتشي مزيان. وغادي ندوزو مباشرة المقلع. كنديروها فوق النار. سافي كنديرو تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت زيتون او لا زيت العادية او لا تديرو طريف ديال السبتة. وكنديرو حد البصلة تتكون قطعة مربعات صغيرة. بصلة تكون من الاحسن كبيرة. صافي كنديروها تتحرم زيان. زيان. بالنسبة لهذه الحشوة كنديرو تقريبا واحد عشر دقائق. بالنسبة الطرق وقدام اللي كانو نديروش حالة دي. اما كنديرو دجاجة وكنديروها في الماء وكنديرو آآ الورقة ترند ونديرو المسائل كاملة ونخليوها تسلق. درنا واحد نصف الفلاء ووجوج دروس ديال التومك. نسيت ورقة ترند ديروها نسيتها. وعدنا هاد الحك واحد الحك ديال الفيطر ليش ديتو صفيتو قطعتو باش يجرقق. واللي ما عندوش بلا ما يديرو باش ضروري عنديو حد فينا ديال الزيتون اللي مقطع دوائر. سافيوكن قونشا حروم زيان. كي ما قلت لكم انكمل لكم على ومن بعد كنشدو دكتجاج وكنفرتوه وكن يعني نعودو تاني نديرو فيه توابيل ونشحروه يعني دكتجاج شكي نشف كي جي ناشف. موهم اهنا ارادرت دوكت توابيل اللي كنت نقصت وضفت هاد الشعرية اللي شديتها وصفيت وقطعتها. سافيو غادي نخلطهم مزيان وعندكم تنساوا الورقة الرند راني نسيتها انا. عرفتو علاش انا حدرت هاد هاد الحشوة درتها البارح. وصورت الفيديو وساليتو مني جيت تان قادفيت تمسح لي ومشا كله البارح. واليوم عودتو. ايواش غادير هاد الشي ليكين. ونسيت الورقة ديال الرند. سافي كنشدو الحشوة ديالنا. كنرجعو المقلة فوق النار بلا ما نغسلوها. غادي نديرو شوية ديال السيت. سافيو غادي نديرو هادك الدجاج ديالنا. كي يجي زوين كي يجي ماشي رائع كي يجي البنة ديال الحوز. آآ زما هاد هاد الحشوة ما غاد عشرة دقائق ما تفوتوهاش. دقائق كتوجد ما كتحتش واحد الوقت طويل. حس آآ ديك الطرق اللي كانت تقديمش حالها دي جاجة كتبقى تسلق في الماء مع التوابيل ومع هادا. كنحيدوها ونحيدولها العظم ديالها ومن بعد. كنشدوها ونقطعوها ومن بعد تاني نشحروها كي ما كتلكم في الاول وكتنشف كتولي ناشفة كتولي ما فيها ميتاق صراحة هاد طريقة راه زوينة زوينة بزاف. صافي رجعت آآ الحشوة خلطها مع بعض ديالها سافت فيت النار. غادي نخليها تبرد وغادي ندوزول لأجينا ديانا. بالنسبة لهاد الورقة ديال بسطيلة سيارة تاجزوينة. انا عندي شيسة ديال السيليكون لي آآ الشيسة ديالها رقيقة. كندير كنسبق الجواني براني درت واحد كسرونة لفعل ما ولكن الممط طلعوش طالفقرة من المعدة غاني يوريه لكم. على نار آآ ماشي متوسطة ولكن جاية جاية المهيلة. صافي وكان بدا ندير بشيتة بحلاقة يا را ساهلة ما كين مسهل منها. وضغية كتوجد. انا حتكون درت لكم في واحد الفيديو واحد الورقة ديال الفيلو اولا ديال بسطيلة. الطريقة ديال المدلاك وديال النشاو داك شي. آآ درت لكم هادي اللي بغا هادي آآ يديرها يعني كندير آآ اختيارات بالنسبة للمبتدئات لي جاتهم سهلة آآ كان دير الورقة ديالي وكن دهنا بالزيت ونغطيها داروري نغطيها بالبلاستيك دائما دائما. صافي وكان رجعو كان مسحو كان مسحو بوحد آآ كلينيكس ولا باش ما كان. هاد المقلة ديالنو كان عاودو بدون شيتو هنتو ما شوفو كان ضربوا سهل ضربوا ضربة. وعاودو قلبو الشيتة ديالكم وضربو الثانية. دوك الشيتات ديالو اللي كيتبعو في الدروري هادو خيبين ما تشريوهمش نهائيا. هادوك تلقو الضغب ديالهم. هادي ديال السيليكون لكن سعدكم شي ديال السيليكون ديروها تكون رقيقة يعني آآ آآ تتكون رقيقة مجموعة مش دوك اللي آآ اللي تكون اغلادها انتو ما ساهلا. ها. وكتجيزوينة صارحة كتجيزوينة ومباشرة كنوركم كيفاش الخدمة. مباشرة كتحيدو ديك البلاستيك وكتحطوها وكتدهنوها بزويسة وكتخليو البطرها شعلة. وكترجعو لها كتبقا مستمرين تا كتكملو العجينة ديالكم را كتجي مشيغة رائعة اكتر من رائعة. ضروري غطيوها باش متنشفش ليكم. ضوبلت القيمية درت ضعفت المقادير درت ربعة الكيسان فربعة الكيسان وشوت الملحة. صافي كانت قمسة مرات تاكن نكمل العجينة تيالي. وغادي تشوفوها العجينة كي جات جات مشيها رائعة اكتر من رائعة. تا هي كذلك الجهة الحرشة هي اللي غنديروها الفوق والجهة الملسة غادي نديروها التحس. الحشوة ديالنا را بردات. صافي كانديرو الحشوة ديالنا نديرو على شكل السيجار يبكلكم تديرو بصيت لازم كلكم تديرو اللي يبغيتو. مهم نجربوها ان شاء الله ولا بغيتو نزيدو نخدمو بيها. مرحبا ما كنتشي مشكينة. صافي كاندير جنيبات كانتنيهم وكندور السيجارة ساهل كل شي كيعرفو. صافي وكنبقى مستمراتة كنكمل هادو اللي عندي. بنسبة للفران. بنسبة للفران كنسخنو مزيان تا كيسخن. وكندخلهم على ميتين درجة. انخليهم تا كيطيبو من التحت. مني كيطيبو ليه من التحت. ماشي كيطيبو إنما كيتنفخو كيبنو كيتنفخو. غادي نقص الحرارات المثلا مية وتمانين. صافي وغادي نخليهم تا كيطيبو ملتحت ومن بعد نحمرو. هاد زيت دائما تنعاود وتنقولها لكم تندير واحد معي القاديل في الفلح حمرة. وكندير مع هاد زيت العادي وكننخليها تا كيطيبو في الفلح حمرة وكندهن بيها هاد المملحات اللي تيكون بالمضاق ديال الحوت ولا حوت ولا اللي كان. وبالنسبة للتخزين اللي يبغي يخزنهم اي خزنهم في دلوقيته. بلا ما ادهنهم غد شدهم وديرهم في البلاستيك غدائي. وغادي اديرهم في المجمد. اديروا القياس اللي بغيتو. وغادي مسلا ديروا ذك شي اللي غا تاكله مسلا ستة او لا تمانية اولا اللي درسو. وديرهم في المجمد كيبقوا ما عندهم مضرة لهم. حاجة المهمة هو ما زيروا عليهم مزيان. صافي من بعد ما تحمروا. غادي نجبدوهم ان شاء الله وغادي ينسيينوهم وبصحة وراحة. وغادي يعجبكم وغادي يجيوهم قرمشين اكثر من رائعين. القرمشة السير في القرمشة هو الفران البناس. الفران دائما في اللول اعطيه الجهد وفي التالي نقصه وخليه يتاكل يتقرمش مزيان. اه والبناس هذا هو الفيديو ديال اليوم. كانت منه يعجبكم وما تنسونيش ملي لايك ومدعواتكم وشكرا على المشاهدة والسود يكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله وسبارك الله لكم وخليسكم على خير وبسلامة.